يقال بأن الجدل دفع المرء خصمه إلى إفساد قوله بحجة كالكرة الليبية التي يدفعها اتحاد الكرة للحجج بالظروف لا متناهية فمن كرة قدم أصبحت جدلة انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض حول القرار الذي كان أحد مخرجات اجتماع مدينة البيضاء بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم لا يوجد لدينا ملاعب ترفع من مستوى الكرة في ديبيا وأنتم شفتوا أغلبية الملعب يعني حتى ملعب مصرات اللي نفتقر به الآن من كثة الزحمة اللي عليه شفتوا هذا الملعب ملعبنا كلها متهاركة ملعبنا لا تعطي الفرصة لللاعب ملعبنا الحقيقة يشكو منها مدربين أجانب الآن في الدولة الليبي وهذه حقيقة كثرت الإصابات كثرت الإخفاقات ولا يمكن أن تقدموا بهذه الملعب الأمام فهذه النقطة كانت من ضمن الفكرة اللي نعرضت على مستدارنا ننتقل إلى أي دولة يكون فيها ملعب على مستوى عاري فني أن الجميع يره أمر صائب من ناحية وجود تقنية الفار من أجل ضمان الفرجة والشكل والمنظر العام الذي سيظهر به دور التتويج لكنه يبقى مكلفا من ناحية المادية للأندية والاتحاد الكرة لطالما كان اعتماده الكلي على الدولة الليبية التي ربما من جهة أخرى تخسر شيئا من الهيبة بخوض مباريات دورها على ملاعب الجيران فالأمر به الكثير من الخجل لكن مسؤولي الكرة وضعوا هذا القرار كورقة ضغط من أجل اهتمام الدولة بالبنية التحتية ورغم ذلك يبقى القرار جدلي وتبقى كرة القدم جدلا في بلادنا اشتركوا في القناة